اهلا بكم في كايرو دار وباقة جديدة من اسئلة مراجع النهائية في مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة هنستنف مع بعض التعليلات علل لمائتي عدم هلاك الكائنات البحرية في مناطق تجمد المياه من المعروف ان احنا كلما هبطنا في الماء تقل لدرجة الحرارة حتى اتنين درجة مئوية انداز بيرتفع الماء لأقل كسافة يتجمد على السطحة يتمدد تمدد شاز ويكون قشة من السلجة تحفظ الاسماك من التجمد السؤال بعد كده علل انقراض الطبيعي اساس حدوث التطور ليه انقراض الطبيعي بيقدر التطور الانقراض الطبيعي بيتم ببطءة وبتدرج وبطريقة غير محسوسة وينتج عنه اختفاء كائنات غير قادرة على التكيف وظهور كائنات جديدة قادرة على التكيف السؤال اللي بعده علل حدوث الانقراض الطبيعي الانقراض الطبيعي يحدث بفعل الطبيعي على ثلاث اسباب السبب الاول هو عدم قدرة الكائنات على المنافسة مع الكائنات اللي حواليه السبب التاني غزو كائنات دخيلة قادرة على المنافسة السبب التالت حدوث تغيرات بيئية ومناخية ضرة مع عدم القدرة على التكيف السؤال اللي بعده علل حدوث ظاهرة التنور البيولوجي احنا قلنا بنقول ايه بقى سباب اي نظام ايكولوجي بيرتبط بتعدد الانواع المتعيشة معه بمعنى كلما زادت انواع الكائنات الحية حدث توازن وكلما قلت الانواع اختل هذا التوازن فالنظام البيئي البسيط يسهل تدميره والمعقد يسهل تدميره السؤال اللي بعد كده القطع الجائر الاشجار يسبب تدهور التربة بصوا مع وضع الاجابة لان القطع الجائر بيعرض التربة للجفاف وبالتالي بيقل سكوت الامطار وده بيأثر على النباتات والمحاصيل وبيانعكس على حياة الانسان السؤال اللي بعد كده ماذا هيحدث اذا اضافة الماء الى التركيب المعدني الانهيدرات معدن الانهيدرات اسمه كابريتات كالسيوم لمائية لما نضيف الى المية يتحول الى كابريتات كالسيوم مائية وهو معدن الجبس يبقى الماء الانهيدرات يتحول الى الجبس السؤال التاني انخفضت درجة حرارة المياه اللي تصربت دخل الشقوق الى ما تحت الصفر اللي يحصل بيتجمد المياه وحجمها بيزيد بمقدار العشر ومن المعروف ان في المناطق دي يتجمد الماء ليلا ينصهر نهارا تكرار التجمد والانصهار بيوسع المسافات بين الشقوق والفاصل تفتح الصخور تسقب تأثير الجاذبية وتكون منحضر ركامي السؤال بعده استضام نهر ببحر طائراته شديدة ايه اللي يحصل تكتسح عن مواجه البحار ما يرسبه النهر ويصبح البحر مجرد مصبع عادي يعني مش هيكون دلتا في رقم ثلاثة السؤال بعد كده استضام النهر في مرحلة الشخوخة بعائق او طفح بركاني النهر ماشي بطيء خبط في عائق او طفح بركاني النهر سرعته تزيد يبدأ ينحط من جديد ويكون شعفات نهرية وهو ما يعرف باسم مرحلة تصابي الانهار مرور طيار النهر في مساقة مائية على حفر مليئة بالحصر الجراميد لما طيار النهر يمر على الحفر في حصر الجراميد يدور الحصر على شكل دوانات مما يؤدي الى تعميق الحفرة وسقلها السؤال بعده تم رفع الاحمال من فوق صخر ما فجأة لما رفع حم من فوق الصخرة الصخر يتمدد وينفصل منه اجزاء زي صخر الجراميد اللي بينفصل منه اجزاء على هيئة قشور كروية فتعرف هذه الظاهرة باسم ظاهرة التقشر السؤال اللي بعد كده حدوث فالق في منطقة المؤطبة لو قال لي ايه الاصاري متراتب على الفالق او للزواهر المصاحبة لفالق اللي هم اربعة واحد تكوين اسطح مسكولة ووجود خطوط توازي حركة جانبية الفالق تاني ظاهرة تكوين صخور مهشبة مكسورة تلاتة ترصب بعض المعادن مثل معدن الكلسائد اربعة صعود المياه السخنة على شكل مفرات على فكرة مش لازم في المؤطقة في اي حتة في الدنيا فالق في كينيا فالق في تانزانيا فالق في اي مكان في الدنيا او للزواهر المصاحبة لفالق والزواهر دي هي الاصاري المترتبة على حدوث فالق او نتائج حدوث الفالق السؤال اللي بعد ننوى باللورة معدنية في التجهين اكتر من الثالث اذا نقت في التجهين تصبح باللورة قرصية لكن نازل ماقول إذا زادت تفلطح تصبح بلورة صفائحية السؤال اللي بعد كده تم حق القطعتين من معدنية التوباز والفلورايت التوباز صلاته 8 فلورايت صلاته 4 إيه اللي يحصل يخدش التوباز زو الصلاة الأعلى بين قصين 8 معدن الفلورايت زو الصلاة الأقل بين قصين 4 السؤال اللي بعده احتواء الكوارتز على شوائب من أكسيد الحديد والمنجنيز أو شوائب من فقاعة غزية لو الشوائب أكسيد وحديد ومنجنيز يصبح الكوارتز لونه وردي وارجويني أما لو الشوائب فقاعة غزية يصبح لونه أبيض لبني صعود المجمع خلال الطبقات وعدم وصلها الأرض تكوين أشكال الصخور النارية المتدخلة اللي هي العروق والجدد والقباب السؤال اللي بعد كده صوران البركان تحت سطح الماء في البحار لما يطلع البركان تحت سطح الماء في البحار بالضبط تبدأ المجمع بتاعت البركان تتجمد في الماء وتكون جزر بركانية بتكوين جزر بركانية حجوز طي وخسف في سطور القشو أرضية نركز على السؤال ده قوي إيه اللي يحصل؟ يتكون جبال وطبعا مناظر بها من قرات أو تختفي بعض القرات تحت مياه المحيطات وفي الحالتين البحر بينحسر عن جزء مليابس فتصل المسطحات من أرض لتكون مناطق بمبسطة أو يغبرها يغطيها فتنشأ مسطحات مائية جديدة تغطي مساحات متفوتة طيب سؤال تاني دفنة بقايا نباتية بمعزة من الهواء في باطل الأرض لفترة طويلة البقايا نباتية ما تنزل تحت الأرض المادة الطيارة بتطاير منها وتكون رواسب الفحم أو الكربون وهو الرواسب العضوية السؤال اللي بعده تجمد جزء من المجمع تزيد فيه السيلكة عن 70% في جواه في الأرض نحل السؤال ده بالراحة خالص احنا عارفين السيلكة أكتر من 70 سخور حمضية أقل من 50 قاعدية من 55 إلى 59 متوسطة طب هو قال لي إيه قال لي المجمع أكتر من 70 يبقى ده صخر ناري حمضي في جوف الأرض يبقى جوفي يبقى تكوين صخور نارية جوفية حمضية زي صخرة الجرانيت السؤال اللي بعده تعرضوا حجر الجيري والجرانيت لضغط وحرام ورتفعين احنا عارفين أن الصخور المتحولة أصلها كانت يا نارية يا رسوبية الحجر الجيري صخور السوبي بالحرارة يحصل له إيه؟ يتغير تركيبه المعدني والنسيج يتحول إلى صخر متحول يسمى الرخام أما الجرانيت يبدأ تركيبه المعدني ونسيجه برضو يتغيره ويتحول لصخر متحول يسمى النيس 17 انتقال الأقاليم المناخية عن مدارتها نتيجة زحزح القبالي الأرض يعني لإيه؟ حاجتين واحد ده بيأثر على الكائنات الحية إما بالتكدس أو بالندرة أو بالهجرة رقم 2 ده بيأدي أيضا لحدوث تغيرات وراثية وظهور كائنات جديدة قادرة على التكيف مع الظروف البيئية الجديدة سؤال بعده بغطت الصخور النارية الخارجة من فوات البركانة على الصخور المحيطة بها فترة طويلة لما الصخور النارية تطلع تضغط على الصخور اللي حواليها إيه اللي يحصل هتغير من تركيبها المعدني ونسيجها وتحولها إلى صخور متحولة سؤال بعده زاد البخر ونقصة الأمطار الأمطار قلت والبخر زاد والمصبات قلت إيه اللي يحصل ترتفع من لوحة البحار تم الرعي في منطقة الأعشاب إحنا عارفين الرعي في منطقة الحشاش والأعشاب يام الدرارين أول حاجة إزالة الغطاء النباتي اتنين انتشار أنواع نباتية غير مستساغة تدهور غطاء النباتي بفعل الرعي الجائر ده بيؤدي لتدهور التربة الذي يرافقه غالبا تدهور المناخ المحلي وده بيؤدي إلى انجراف التربة وتصحرها السؤال اللي بعده اختفاء البكتيريا الرمية والفطريات من نظام الإيكولوجي لو ما فيش كائنات محللة اللي يحصلوا طبعا الكائنات الميتة لن تعودوا عن نصرات التربة التربة تبقى مش خصبة فلن ينمو نبات تختفي الحياة ويحصل خلل في النظام الإيكولوجي السؤال اللي بعده حدوث تغير كبير في النظام البيئي النظام البيئي ما يحصل تغير بيعملين يعيد توازنه بس يعيد توازنه بعد فترة يصغيره يا إما طويلة حصل قوة المؤثر فإذا حصل تغير كبير يستعيد النظام الإيكولوجي توازنه بس بعد فترة طويلة 24 عندما يشكل هليا من نصف وزن الشمس على طول تتوقف التفاعلات النووية الاندماجية في الشمس السؤال رقم 25 زراعة محصول واحد لعدة سنوات وتتالية في التربة طبعا ده من أحد أسباب استنزاف التربة الزراعية يبقى زراعة محصول واحد لعدة سنوات على نفس التربة ويؤدي إلى استنزاف ونقص العناصر الغذائية بالتربة وبالتالي استنزاف التربة الزراعية تعديل البيئة بيعمل ايه؟ يؤدي إلى انقراض العديد من أنواع النباتية والحيونية قلنا قبل كده أدى تعديل البيئة في أعالي النيل والدلتة إلى اختفاء كائنين مميزين هما نبات البردي وطائر أبو منجل المقدس زي ايه تعديل البيئة؟ زي أطع أشبار الغابت تحويل مجرأ أمهار حفر المناجم إقامة السدود تكفيف البحيرات كل الحاجات دي تعتبر تعديل للبيئة السؤال بعد كده تكلم عن مرحلة تصاب الأنهار لإعادة الشباب دي أسئلة عامة السؤال الأول بقول لي بقى إيه؟ عايز أتكلم عن تصاب الأنهار أنا عندي عوامل جيولوجية ممكن النهر وفي مرحلة الشيخوخة يرجع شباب تاني إيه اللي يحصل؟ إذا استضبع النهر بعائق أو استضبط بطفح بوركيني يبدأ النهر ينحد من جديد وسرعته بتزيد ويبدأ يكون ما يسمى باسم الشرفات النهرية طبعاً بيزيد انحضار النهر زي اللي احنا شايفين وتزداد سرعته واستقنف تعميق مجرأ وتقل أهمية التأكل الجانبي إلا أن تتوقف نهائياً ما المقصود بكل من المستوى القاعد للنحت المستوى القاعد للنحت هو المستوى المسطح الذي تعمل عوامل خارجية على الوصول إليه ويتساوى مع سطح البحر اتنين الأخوار الأخوار عبارة عن مجاري مائية ضيقة تتصل مع بعضها تنشأ نتيجة انحضار أمطار غزيرة على مناطق مرتفعة ظاهرة أسر النهر ظاهرة تنشأ عن تفاوت أفرع النهر في النحت فالفرع زنحت القوي يصبح مصباً للفرع زنحت الضعيف الحفر الوعائية عمل هجم لمساقة المائية وهي حفر مليئة بالحصى والجلاميد عند مرور طيار النهر عليها يدور الحصى والجلاميد على هيئة دوامات مما يؤدي إلى تعميق الحفرة وصق لها المياندرز هي تعرجات أو التواءات يصنعها النهر نتيجة نحته في جانب أكثر من الجانب الآخر بسبب اختلاف نوع الصخور على جانبه الرمال السوداء الرمال السوداء جماعاً أحد أنواع الرواسب المكانية توجد شمال الدلتا بن رشيد غرباً ورفع شرقاً عسرة بها لقينا فيها عنصر اليورانيوم ضمن معدن المونازايت مع الألمانايت والماجنطايت ويستخدم اليورانيوم كمصدر للوقود النهوي السؤال اللي بعده اسكر عوامل التجوية الميكانيكية والكيميائية أنا عندي التجوية الميكانيكية لها نوعين من العوامل الفيزيائية وحية الفيزيائية أو العامل تجمد المياه في الشقوق والفواصل بيحدث في المناطق الجبلية البردة وفق قاعدة علمية بتقول عندما يتجمد الماء يزداد حجم مقدار العشر ومن المعروف أن الماء بيتجمد ليلاً ينصهر رهاراً تكرار التجمد والانصهار بيوسع المسافات بين الشقوق والفواصل وفقياً ورأسياً الصخور تتفتت تسقط بتأسير الجاذبية الأرضية تكون منحضر ركيبي العامل التاني هو التمدد الحراري والانكماش يحدث في المناطق الصحراوية الجفة أو نتيجة حرائق لغبات الصخور بتتمدد بالحرارة تنكمش بالبردة تكرار التمدد والانكماش بيفكك الصخر لأنه بيضعف من قوة التماسك الثالث عامل التمدد الناتج من تخفيف الحمل إحنا قلنا لو عندي توقطين صخور فوق بعض عند رفع الأحمال من فوق صخر ما فجأة فإن هذا الصخر يتمدد وينفصل منه أجزاء زي صخر الجرانيت اللي بينفصل منه أجزاء على هيئة قشور قروية فتعرف باسم ظاهرات التقشر أما العوامل الحية عندنا حاجتين نبات وحيوان النبات بيمد جزره في التربة فبيفكك الطواق الصحية وبعض الحيوانات زي الحشرات والديدين وتخفر أنفا تحت الأرض بتسبب تهوية التربة طيب نتكلم عن عوامل التجوية الكيميائية تجوية الكيميائية عبارة عن إيه؟ تحلل الصخور عن طريق تغير تركيبها المعدني بإضافة أو إزالة عنصر أو أكثر في تغير تركيب الكيميائي عواملها تلاتي التميق والكربانة والأكسدا طبعا قبل ما نتكلم عن الثلاث عوامل احنا عندنا في قاعدة بتقول أن مش كل الصخور بتتأثر بالتجوية بدرجة واحدة القاعدة بتقول كلما زاد الاختلاف بين ظروف تكوين المعدن وظروف البيئة السفحية زادة تأسير التجوية المثال بتاعنا صخر الجرانيب بيتكون من ثلاث معادن مايكا في سبار كوارتز الكوارتز لا يتأثر بالتجوية لأن صروف تكوينه بتشبه ظروف البيئة السفحية أما مايكا في سبار فهو عبارة عن سيليكات ألمونيوم وبوتاسيوم وسوديوم وهو مايكا ضعيف يتأثر بحمد الكربونيك اللي هو الماء ده في سلوسيك كربون ويتحول إلى مايكا الكاورينايت أما مايكا تتحلل لمعادن من فصيلة الطين عوامل التجوية الكيميائية ثلاثة التميق هو أثر إضافة الماء المزاب به أحماض وموضة عضوية وغير عضوية إلى التركيب المعدني للصخر زي تحول معدن الأنهايدرايت إلى جبس الكربونة أثر إضافة الماء المزاب به سلوسيك كربون إلى معادن الصخر زي صخر الحجر الجيري أما الأكسة ده أثر إضافة الأكسوجين أو الماء المزاب فيه غاز الأكسوجين إلى معادن الصخور خاصة المحتوي على عنصري الماغنيسيوم والحديد عندي ملحوظة مهمة جدا خبا ما أنا بتقول إيه يكون ناتج التجوية الكيميائية بصوا جماعة الإجابة دي بالصخور النارية المتحولة أبارة عن معادن سيليكات تتمثل في فلسفرات ومعادن حديد ومغنيسية نجد أن هذا الناتج يتكون أساسا من مجموعة من معادر الطين التي توجد في الطربة الزراعية مخلوطة بنواة أخرى لعمليات التجوية أشكركم ونلتقي في جزء آخر مع كايرو دار ترجمة نانسي قنقر